مرحبا بكم في جزء الثالث من التحدي فرخاتنا يكبرون و ينمو و المشكلة الأفنتين لا يتوفر في السوق يجب أن تجد المشكلة حاول أن تتحن المشكلة حاول أن تأخذ خرطان و زرعة الكتان و نجر و تحن المشكلة و تغرب المشكلة و تزيد المشكلة و تحن المشكلة حينما تكون مزيد دعوة و الحمد لله و يوقف الفرخات حاول أن تزيد الكالسيوم و أن تنمو و يجب أن تنمو من المشكلة الكالسيوم لأنهم يحيطوا المشكلة الكالسيوم و سوف أخذك سوف نقوم بصحة جيدة الريش سوف يكبر والفريخات سوف نقوم بصحة جيدة وانك تواضب نؤكد ان كل ساعتين توكلهم سوف نقوم بصحة جيدة فريخات سوف نقوم بصحة جيدة ونقوم بصحة جيدة ونقوم بصحة جيدة يعني اليومنى من طائر يعني الوسرة الكنطقة سوف نقوم بصحة جيدة لانك توكلة لانه الماكلة لانه يكون فيها الصوت الغرد من الطائر وهذه منطقة خاصة بتنفس دائما الجهة اليمنى لتطائر دائما الماكلة تجيب نتيجة معه مسألة عادية غير مسألة الوقت والصبر يمكنك توكل كل ساعتين هم الفريقات صحة جيدة حاول أنك تبدل لهم العش بعش نظيف نظيف طريقة في موضوع في القناة يريد أن يرى لن يرى فريقات يبقى مقينة والحمد لله سوف يكون في نمو نظن أن هذا تحدي قريب هذه الفريقات ستكبر قليلا نظيف والصبر حيث يريد أن يحل فريقات يحل فريقات يحل فريقات يحل فريقات يحل المراقبة ومراقبة ونظافة وهي الطائر يتظف المراقبة و أي أن يمرض نظافة ووكل وكلا يجب أن تحاول المستطاع كل ساعتين ويجب أن تتعطر على ساعتين حاول أن تزيد الماكلة والفريخات تراهم الحمد لله هناك أشخاص الذين يقولون أنه لا أستطيع أن نكبرهم ها هم بخمسة ولله الحمد لا أستطيع أن تضع شيئا فيهم حيث المسؤولية لي حيث أن أنت نفقات ونأخذ قارر بأنني سوف نوكلهم لا يوجد أن أنت أخرى لديها أولادات في هذا العمر حتى نستطيع أن نعطيهم لها شكرا لجميع لا تنسوني من أبوني وفعلوا جرس وإلى حلقة مقبلة من هذا التحدي شكرا لجميع وإلى حلقة مقبلة شكرا لجميع شكرا لجميع